بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة النهاردة أنا عاوز أوجه كلمة الجمهور الأهلي العظيم لكن خلوني في الأول أطمنكم على النادي الأهلي لأن أنا طبعا عارف أن في حاجات كتير قلقتكم أزعجتكم في الفترة اللي فاتت بعد الكلام الكتير اللي بتقال فيه وسائل الإعلام من أطراف مختلفة وناس كتير بتسأل ليه مجلس الإدارة مش بيرد يعني يمكن فيه شوية نقاط عايزة أتكلم مع حضراتكم فيها واحد النادي الأهلي بيدير أزماته بطريقته وإسلوبه اللي تربينا عليها في مدرسة الإدارة في النادي الأهلي النادي الأهلي بيحتفظ بحقه في الرد بالشكل اللي نسبه هو وفي التوقيت اللي نسبه هو مش بالشكل أو التوقيت اللي ممكن يضر لمصلحة الأهلي اتنين النادي الأهلي طوال عمره عليه مسئولية وطنية ومجتمعية لازم يرعيها ولازم يقوم بيها كمؤسسة وطنية بتراعي أولاً وقبل أي شيء مصلحة بلدنا مصر ومن هنا إدارة النادي الأهلي الحقيقة يمكن أن مارست أعلى درجات ضبط النفس احتراماً للعلاقات المتميزة بين الجماهير العربية وبكل وضوح النادي الأهلي حريص جداً جداً من موقع المسئولية أنه ما يكونش أبداً سبب لفتنة بين الجماهير العربية اللي بنحيئة بنكني لها كل تقدير واحترام واعتزاز كلنا ماشيين وتبقى أو حتبقى العلاقات الطيبة بين الجماهير العربية ثلاثة وحدة عائلة الأهلي جو عائلة الأهلي إحنا ممكن نتناقش ويكون عندنا أراء مختلفة وده شيء جيد والتنوع ده مطلوب ومفيد وأحياناً ممكن نختلف زي أي عيلة لكن ساعة الأزمات كلنا بنقف جنب بعض وبنحوط على بعض بنعيش شعار الأهلي فوق الجميع أو الأهلي فوق الجميع يعني بنبدي مصلحة النادي الأهلي على مصلحتنا احنا الشخصية أو رغباتنا الشخصية ومن هنا أنا مدرك أن في محاولات دلوقتي لإحداث اختلاف داخل النادي الأهلي عشان يحصل انقسام أنا مش هسمح بده وإذا ثبت أن شخص أخطأ وأنا مش بقول إن ده حصل ولكن بقول إذا ثبت إن شخص أخطأ مفيش شخص فوق المحاسبة أربعة مبادئ النادي الأهلي وكبريائه مفيش تنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف أنا سبق وقلت قبل كده وبكرر تاني النهاردة النادي الأهلي بيرحب بكل محب النادي الأهلي بيرحب بكل محب وكل مستثمر طالما حيحافظ على تقاليدنا في النادي الأهلي لكن في ناس لسه مش قادرة تفهم الكلام ده في النادي الأهلي المبادئ ده اللي احنا تعلمنا بقى في النادي الأهلي المبادئ قبل البطولات وكمان قبل الصفقات وقبل الانشآت وقبل الدعم المادي النادي الأهلي وجمهوره مستعد يخسر كل ده مقابل أنه يحتفظ بقيمة وكبرياء النادي الأهلي ولكن تاريخ النادي الأهلي من 1907 لغاية النهاردة بيقول إن ده مش بيحصل ومش حيحصل في النادي الأهلي بنقدر دايما بنقدر دايما نضيف بطولات على بطولاتنا ومنكمل في التطوير سنة بعد سنة والأجيال بتسلم بعض من غير ما نتنازل أبدا عن تقاليدنا وهي دي روح الفنلة الحمرة الروح دي هي اللي خلت كيان الأهلي هرم مصر الرابعة انتصاراته من انتصارات مصر وشموخه وكبرياءه من شموخ وكبرياء مصر ودوره إنه ينشر القيم دي من المصريين ويرسم الابتسام على وشوش المصريين خمسة ومن هنا رسالتي لفريق النادي الأهلي انت قدامكم مهمة صعبة بس أنا عارف انكم قده مش بس عشان المتشاة اللي جاية ولكن عشان انتم عليكم مسئولية رسم السعادة على وشوش المصريين وده اللي تعودنا منكم وده مسئولياتكم وده قدركم وده قدر النادي الأهلي اللي من يوم ما بناها أجدادنا وده فرصتكم كمان الحقيقة إنكم تكتبوا تاريخ جديد للمستقبل إن شاء الله ومن هنا كلمتي للجمهور الروح اللي اتكلمت عليها الروح الفنالة الحمرة مش بس في فريق الأهلي أو لعيبة الأهلي أو إدارة الأهلي الروح دي كمان في قلوب جماهير الأهلي الجمهور اللي كان لما بينادي علينا جماعة واحنا بنلعب كنا بننسى الحقيقة أي تعب بننسى أي إصابة كان بيصح فينا روح الفنالة الحمرة وبيخلينا يعني نحاقق المستحيل أو نحاول تحقيق المستحيل كان بيخلينا ما نفكرش في حاجة غير إزاي نسعد الجمهور العظيم ده الجمهور ده بيثبت كل يوم إنه جمهور واعي جدا وجمهور زاكي جدا وجمهور مفيش في إخلاصه حد في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير عمر جمهور الأهلي ما تخلى أبدا عن الأهلي وفعلا جمهور الأهلي هو حمى الأهلي الجمهور ده إحنا تحرمنا منه للأسف في مدرجاتنا بأنه عشان كده من أول يوم لمجلس الإدارة مجلس دار هذه المسئولية كان من هدفنا أو هدفنا الأولى إن الجمهور يرجع تاني مدرجات وقمنا بمقابلات كتير مع أجهزة الدولة المختلفة عشان نرجع الجمهور لمدرجات ونرجع تاني نلعب في استاد القاهرة اللي استاد اللي شاهد أعظم انتصاراتنا واللي يشاهد على أن يكون نادي أهلي ده نادي القرن الأفريقي ومن أكبر أنديت الشرق الأوسط وحققنا فعلا تقدم كبير في انتصالاتنا دي إن إحنا إزاي الجمهور يرجع ولعبنا في شهر مارس لو حضرتكم فاكرين أول ماتش على استاد القاهرة مارس اللي فات أول ماتش على استاد القاهرة هو وفقنا إنه نبتدي نلعب ولو بخمس ألاف متفرج بس مشجع بس خطوة ونبني عليها خطوات تانية لغاية ما يرجع تاني لستاديت ميلي بمئة ألف متفرج لكن زي ما حضرتكم عارفين في كل ندست وسطينا وأفسازة المشهد وحرمت جمهور الآهل الحقيقة من حقه أن يرجع مدرجات زي ما كلنا عايزين وكمان أزت أبرياء كتير كانوا موجودين ورجعتنا احنا كمان للمربع رقم سفر لكننا ما استسلمناش ورجعنا نخطط تاني عشان نشارك في تحسين يعني تحسين المنظومة كلها ونحاول نسطح أخطأه وقابلت مع زمايلي في مجلس إدارة وزير الشباب والرياضة غير مقابلات تانية كتير بهدف أننا يعني نحاول تاني والحمد لله كان في خطوة أجابية وحصلنا على تصريح أن نلعب في وجود الجمهور بإذن الله في استاد برج العرب الماتش اللي جاي أكيد دي مش تموحاتنا أو العدد الجمهور ده مش تموحاتنا لكنها خطوة ولما تنجح بإذن الله هنقدر ناخد خطوات تانية وتالتة مش حنيقس لغاية ما نوصل لهدفنا الرئيسي بإذن الله وبكل وضوح أنا مش بقول أن خلاص الجمهور حيرجع ماتشاة الدوري قريب بالشكل اللي احنا نتمناه هنا بقى طلبة من الجميع يعني نحية محتاجين كلنا النهاردة أننا نعيش شعار الأهلي اللي تربينا عليه الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع اللي بيحب الأهلي بجد يعني بيبدي مصلحت كيان الأهلي قبل رغباته الشخصية وقبل نفسه أنا عن نفسي بقى استحملت حاجة كتير لأن الأهلي فوق الجميع وبالطبع الأهلي فوق محمود الخطيب وببقى قابل ده طالما أن ده أو طالما أن دي هي مصلحة النادي الأهلي لأن شعار الأهلي فوق الجميع أو فوق الجميع ده مش مجرد شعار لا ده اسلوب اتخاذ قرار عشان كده أنا بطلب من حضراتكم في الماتش اللي جاي والماتشات اللي جاية لازم نسيب ورانا بره المدرج كل حاجة غير الأهلي ولما نبقى في المدرج نفكر بس في الأهلي نشجع فرقتنا بس مش عايزين أي إساء لأي حد لأي حد النهاردة الأهلي محتاجكم في ظهره بالطريقة اللي تساعده وتقويه مش بالطريقة اللي تضعفه ومش عايزين نسمح لأي حد تابع أو مأجور يندس وسطينا ويخلي بعضنا يخرج عن النص عايزين نهتف للأهلي بس عايزين جمهور بروح الفنلة الحمرة يا جماعة ده الضمان الأكيد إن التجربة يعني تكمل وتنجح بإذن الله في نقطة مهمة جدا جدا الجمهور وحشوا إن يشوف الأهلي في الملعب والأهلي وحشوا إن يشوف جمهوره في المدرجات والنهاردة أكتر من أي يوم الأهلي محتاج جمهوره الأهلي محتاج جمهوره جنبه وفي ظهره لأن ببساطة جمهوره ده حما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة